السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الاحياء للصف الثالث السنوي تمام تعالوا كده نشوف احنا هنذكر ازاي والدنيا هتمشي ازاي في الدرس بتاعنا بس قبل ما نبتدي لازم لبغدين بلنا من حاجة لازم عشان تجيب درجة كويسة تبقى عارف كل الحاجات اللي ليها علاقة بمنهجك في السنين اللي فاتت من اول ما بتديت علوم لحد الوقت ولازم تطبق وتحل كلما حلت اكتر افكار اكتر قفلت اكتر ده اللي احنا بنعمله احنا ما فيش درس بيعدي علينا اللي ما بنحل عليه مختلف الاسئلة من كافة المصادر تمام وبعد كده بنطبق من اللي فات ومن اللي جديد عشان خاطر تبقى ملم بالكل ما له علاقة بالمنهج بتاعنا تعالوا كده ندردش مع بعض ونشوف احنا المنهج بتاعنا باختصار شديد احنا عندنا شابتر اسمه الدعامة تمام هناخد ان الدعامة دي الحاجة اللي بتخليني واقف على حيلة مفروض كده وهنعرف ان الدعامة انواع فيه دعامة في النبات تمام وفيه دعامة في الانسان هنعرف بقى ان الدعامة في النبات دي دعامة فيسيولوجية ودعامة تركيبية ودي لها قصة وعناصر ودي لها قصة وعناصر وناخد بالشرح وبالتفصيل ايه هي الدعامة الفيسيولوجية وايه هي الدعامة التركيبية وإيه اللي هيحصل لو فقد النبات دعامة الفيسيولوجية أو التركيبية وازاي ده ممكن يحصل تمام بعد كده هننتقل للدعامة اللي في الانسان وهنطول فيها الدعامة اللي في الانسان دي اللي بتخليني يوقف على حيلة كده مفروض قدامكم فقالك اهم دعامة واول حاجة هنبتدي بها الهيكل العظمي وهنعرف ان الهيكل العظمي حاجتين المحوري اللي انا منصوب عليه ده والطرفي اللي ماسك اطرافي الايدين والرجلين هنعرف بعد كده ان كل جزء مثلا المحوري ده عبارة عن جمجمة وحبل شوكي هتعرف بقى الجمجمة دي كم عظمة وفيها كم صجب وايه مثلا وانت صغير كانت العظم بعيدة عن بعضها تمام فحجمها كان كبير ايه اللي بيحصل لها بمرور الوقت وازاي بتتصلب وازاي العظم بتتماسك وازاي بين كل عظمة وعظمة لازم يكون في حاجات بتربط العظم دي مع بعضها هنعرف ان العمود الفقري عبارة عن فقرات وان كل فقرة ليها شكل وليها نتوءات وان لازم الفقرة بالشكل ده ولازم بالحجم ده عشان خطر كل نتوء من النتوءات ليه وظيفة وان النتوءات دي بتوصل ساعات وبتعمل لي حاجة اسمها القفص الصدري ايه فايدة القفص الصدري وبيحمي ايه وليه شكله عامل كده وايه وظيفته ملائمة لمكانه والشكله عندك كم فقرة في كل حتة في جسمك لازم تبقى عارف انواع الفقرات العنقية البطنية القطنية وكل فقرة من كم لكام وكل فقرة المنصفة ليها رقم كام ليها وللعمود الفقري يعني الفقرة المنصفة للعنق رقم كام وهي في العمود الفقري رقم كام الفقرة المنصفة مثلا للقطنية رقم كام وهي للعمود الفقري رقم كام الفقرة المنصفة للبطن رقم كام وهي في العمود الفقري رقم كام وتخلي بالك من كل ده ولازم تبعرف مين أكبر ومين أصغر وكل فقرة زي ما قلنا نتوقات بتاقتها إيه فايدتها وشكلها إيه تمام وبعد كده هتعرف أن في الآخر في حاجة اسمها الحوض الحوض ده هو اللي بيوصل سواء الأحزمة الأحواض والأحزمة دي اللي بتوصل مين بمين اللي أنا قلت عليه المحوري والطرفي وتعرف عدد العظام دائما وأبدا في كل حتة في جسمي كل ما تخلص جزء تعرف تعد عدد عظامه هتاخد عظمة القص وتعرف أنها عظمة مختلطة تمام نصها عظمه ونصها غضريفه دي بتتغذى بطريقة ودي بتتغذى بطريقة وتعرف المكونات الداخلية للعظم وفايدته إيه هتعرف أن العظم مش جهز هيكله بس تعرف أنه ليه أدوار تانية في المناعة وهتعرف كمان أنه بيطلع كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء يعني ليه أكتر من وظيفة كل ده تمام في الكرسي بتاعه هتعرف كمان زيادة على كده بعد ما تخلص العظام المفاصل يعني إيه التقاء كل عظمتين إزاي أما جا أقولك مفصل تقولي ده عبارة عن نتوء عظم ماء مع النتوء ده مرتبط بتجويف في عظم أخرى هو ده المفصل نتوء وتجويف هتعرف الأربطة يعني إيه رباط إيه الفرق بين رباط ووطر مين اللي مرن الرحم مثلا هل هو أربطة ولا أوطار وهتعرف إن الأربطة أكتر مرونة من الأوطار والوطر ملائم لوظيفته لإنه بيوصل عظمة بعضلة أما الرباط لأ لازم يبقى مارن وإلاستيك هتعرف يعني إيه الرباط الصليب اللي بيتخبط عند لعبت الكورة تمام لما بيترموا وما بيقعوا والمشاكل اللي بتحصل لهم والعمليات وإزاي إن ربنا حامي أساسا الأربطة بعض مزيادة بتنسوا تعدوها في العمود الفقري مش عارف ليه وفي الأطراف إيه في ليه كل ده وإنت لسه في الدعامة بتاعت الإنسان فلازم تخلي بالك إن الدعامة مش قليلة هتخلص الدعامة وتحل عليها ننتقل للحركة هتعرف إن النبات بيتحرك وخدت له حركات قبل كده نفتكرها مع بعض وهناخد حركات كتيرة هنعرف إن فيه حركة اللمس وحركة النوم وحركة الإنحناء وحركة دورانية وحركات الشد بالمحليق وحركات الشد بالجزول وإيه كل حركة بتحصل إزاي وفايدة كل حركة كمان وإيه ظروف اللي بتعملها النبات بيتحصل يعني النبات بيكون فيها عشان يعمل الحركة دي تمام وهنعرف بعد كده الإنسان مثلا العضلات بتاعته مالها إيه تركيب العضلة بتاعته إزاي العضلة بتاعته بتشتغل إيه رسمة العضلة وهنرسم مع بعض في عندنا رسمتين في الباب ده مهمين تمام وممكن يجو وإيه الرسمة بتاعت العضلة تمام وإزاي العضلة بتتصل بالعصب وإزاي الأعصاب بتخلي العضلة تنقبط أو تنبسط وإزاي العضلة بتتحرك وإيه اللي بيحصل لما بيحصل لها إجهاد أو بتتعب والشد العضلي ده نتيجة إيه كل ده في الباب الأول اللي هو الدعامة والحركة يا دو لسه بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما نخلص الدعامة والحركة هتخش على الهرمونات تمام الهرمونات حاجة عندكم علومات من أيام إعداد يعني ألم بقى كل ده طبق في الجديد وتوقع وحل أسئلة عشان خطر تضمن اللي جاي عندك بنك معرفة عندك 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 الهرمونات هتعرف إن النبات فيه هرمونات الإنسان فيه هرمونات طب يا ترى إيه اللي بيتحكم فيها إيه أنواع الغدد تعرف إنهم ثلاثة الغدد القنوية والغدد الصماء والغدد المختلطة وهنعرف كل غدد وظيفتها إيه والهرمون اللي بيتحكم في وظيفتها وما كان والهرمون وظيفته إيه حل وكمان لو ذات هيحصل مرض اسمه إيه ولو قال هيحصل مرض اسمه إيه كل ده في الهرمونات طبعا إنت ما عندكش هرمون واحد في جسمك إنت هتقد كل الغدد بهرمونات تمام؟ شبطر مهم وتقيد هتخلص هتروح للتكاثر هنا بقى مش هتاخد التكاثر زي ما خدته قبل كده هنا هتاخد التكاثر ليه أصلا؟ ليه فيه كائنات بتتكاثر كتير ليه فيه كائنات بتتكاثر مرة أو مرتين والتكاثر بتاحها قليل يعني إيه الكائنات الأكثر نسلا؟ يعني إيه الكائنات الأقل نسلا؟ ليه فيه كده وفيه كده؟ ليه فيه تكاثر جنسي؟ ليه فيه تكاثر لجنسي؟ بيحصلوا إزاي؟ إيه الكائنات اللي بتعمل كده؟ وإيه الكائنات اللي بتعمل كده؟ وإيه المراحل في ده؟ وإيه المراحل في ده؟ هتعرف إن فيه اللجنس ده بالانشطار وبالتبرعم وبالتجدد وبالجراسيم وبالتولد والبكر وبزراعة الأنسجة يعني إيه الإسبروجيرا؟ ويعني إن الاسبروجيرا دي عندها حاجة اسمها الإختران الجانبي والإختران السلامي وهنراجع مع بعض تاني على التقصر في الإنسان بالكامل ونكمل ناخد الحيوان المنوي ناخد البويضة من أول وجديد تمام ونعرف بقى الأغشية الجنينية بتتكون إزاي كل غشاء اسمه إيه مراحل تكون الجنين شهور الحمل والمراحل وكل مرحلة بتحصل إزاي وقت الحمل تمام وإيه وسيل منع الحمل وتعدد المواليد تمام وننتقل كمان وناخد نفس الحاجات دي في النبات هنعرف التقصر في النبات حبوب اللقاح البويضة التلقيح الذاتي التلقيح الخلطي الإخصاء السمرة الكاذبة والإصمار الطبيعي والإصمار العزري تمام كل ده تمام بعد كده هنروح للمناعة وقبل ما نبدأ المناعة نعرف المخاطر اللي جسمك بيتعرض لها وإزاي بيحصل المرض ده قبل المناعة وبعدين نعرف إيه الأجهزة اللي في جسمي أو الأجزاء اللي في جسمي المسؤولة عن إفراز الخلايا المناعية تمام وهنعرف بالتالي إن فيه الجهاز اللينفاوي تاخده كخلايا وتاخده كأعضاء إن فيه أعضاء اللينفاوية وفيه خلايا اللينفاوية وفيه كرات دم بيضة تمام كل ده بالتفصيل وبعد كده تعرف إن المناعة أنواع وتعرف إن فيه مناعة بدائية اللي مكونة الجسمي ربنا خلقها بتحميني الجلد والحاجات الجلد ده بيمنى حاجات كتيرة قوي وتعرف إن اللعاية بيمنى حاجات كتيرة قوي الجهاز التنفسي فيه مضادات أصلا المهدى فيها حاجات بتحميني أصلا كل دي مناعة بدائية وتعرف لما تفشل المناعة البداية نبدأ إزاي في المناعة المكتسبة ويعني إيه أصلا مناعة مكتسبة وإيه أصل البداية بتاعتها تمام والأجسام المضادة والتعادل الاتصاق والترسيب وإزاي السموم المناعة ممكن تتغلب عليها وإزاي بنعمل التطعيم فكرة التطعيم أصلا مشتقة إزاي إزاي بقينا نقلل جهاز المناعة ونروح عاملين تطعيمات للأمراض عشان نمنع حدوثها وأنواع التطعيمات دي كمان كل ده في المناعة وبعد كده هنروح لدي إن إيه ايه دي إن إيه ده أساسا متاخد تركيبه إيه مكون من إيه انقسامه بيحصل إزاي وبعد كده إزاي دي إن إيه عملية تحوله واستنساخه وتغيره وتولد الأر إن إيه الذي سوف يتحول إلى أحماض أمينية ومنها هتعمل البروتينات وإزاي دي إن إيه بعد ما عرفناه نقارن ما بينه وما بين الأر إن إيه إزاي ممكن يحصل فيه طفرة والطفرة دي تعمل مرض وأنواع الطفرات اللي ممكن يتحصل والعوامل بتاعة الطفرات تمام وإزاي الطفرة تحصل في الدي إن إيه وتوصل للبروتين كل ده تمام إن شاء الله هتاخده بالكامل في الدروس بتاعتنا تمام الموضوع سهل وبيعتمد على إن شخص يكون فاهم عشان يغطي كل حاجة من أول ساينس أو العلوم لحد دلوقت كل ده بناخده في الدرس بتاعنا اشتركوا في القناة